ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أننا لنا فيه قدوة حسنة وربما ما نقدرش نصل إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بس يظل هو النجم العالي في السماء اللي احنا حطينه أمامنا ليهدينا ويرشدنا إلى الطريق الأقوى في التعامل مع خلقي يعني النبي عليه الصلاة والسلام أولا كان العنوان بتاع أخلاقه أنه ما انتصر لنفسه قط يعني ما فيش إساءة شخصية وجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فردها وأنه ما كان يرد الإساءة إلا إذا كانت متعلقة بجناب الله وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ضعيفا لم يكن ضعيف على المستوى الحسب والنسب ولا على مستوى الشخصية ولا على مستوى القوة البدنية كمان الله النبي عليه الصلاة والسلام كان من أقوى الرجال الله ولما ورد في بعض الأحاديث اللي هو مصرعته لركانة اللي ركانة ده بيقولك كان من أسرع العربي يعني ما فيش حد يدخل معاه في مصرعه إلا هو لازم يتغلب فالرسول عليه الصلاة والسلام يستم كده قلبه مرة والتانية والتالتة يعني إن صح الحديث فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في القوة البدنية من أقوى الرجال فهو كان قادر أنه يستوفي حقه بدنيا يعني نعم لكن شوفي مثلا حنمر على بعض المشاهد في حياة سيدنا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فقال يوم العقبة يوم العقبة ده لما راح ودع الناس في الطائف فزادوا في تكذيبه وإيذائه حتى رموه بالحجارة التي أدمت قدمه الشريف وأسالت منه الدماء الله عليه وسلم فمشى في الطريق وفي قلبه الحزن الشديد والتألم والأسف مش بس لما أصابه إنما لأنه يريد لقومه النجاة وهم يريدون لأنفسهم الهلاك ويؤذو رسول رب العالمين فكان من أصعب المواقف التي مرت عليه عليه الصلاة والسلام وقال فيه الدعاء المشهور إن لم يكن بك قضب علي فلا أبالي إلى آخره وبعد يجد رحلة الإسراء والمعارض طب طبعا نعم فجبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة فقال له ملك الجبال معي وهو يقرئك السلام فسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن شئت أطبق عليهم الأخشبين الأخشبين دو جبلين في مكة يعني مدام أنت وصل بك التأذي والتألم إلى هذه الحالة إيه رأيك لو نعقبهم كما عقب أمم سابقة فنطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين يفلوا عليهم فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل الله عز وجل الله عز وجل